واستمر الأهل في إقامة حفلاته السنوية فكانت الأولى يوم 12 مارس 1944 وأقيمت في دار الأبرة الملكية وحضرها الملك فاروق وأحية الحفل فرقة نجيب الرحاني المسرحية اللي قدمت مسرحية الدنيا ماشية كده أما الحفلة التانية اللي اتعملت في ليلة عيد الفطر وتحديدا يوم 17 سبتمبر 1944 في حكايتها حكاية قبل الحفلة دي بشهور الانجليز فرضوا حصار إعلامي على الملك فاروق لأسباب كتيرة جدا سياسية طبعا ما كانوش على وفاق معاه تدخلات سياسية كل شوية لتغيير الحكومة عشان مش على هواهم وغيرها وغيرها من الأسباب وفعلا محدش بقى يجيب أي سيرة أو إشارة أو ذكر لإسم الملك فاروق ممنوع تماما والصحف كمان ممنوع الصحف تنشر أي خبر أو إشارة حتى عن الملك فاروق والجورنان اللي هيخلف الأوامر دي حيتصادر يعني اخسارة كبيرة أو لصحبه ولو اتكررت المخالفة ترخيص الجورنان نفسه حيتلغي وبقت أسبة كبيرة أو للملك فاروق وللأسر الملكي لما تعمل حصار إعلامي بالشكل ده معناه أنه يوم ورا يوم ما بقاش في حد بيجيب سيرته حتى بالشارع وطبعا أيامها لا فيه سوشيال ميديا ولا وسائل إلكترونية ولا كل اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي وزي ما احنا عارفين أن الأهل في الوقت ده بيعمل حفلته السنوية ليلة العيد كان حفلة معادها ثابت وعرف سنوي مصر كلها بتستناها وكانت السيدة أمه كلسوم بتحيي الحفلة ده على طول والملك فاروق كان بيحضرها دايما والإزاعة المصرية بتنقل الفقرة الرئيسية فيها إيه هي الفقرة الرئيسية اللي بتكون أغنية جديدة ما جنتهاش أمه كلسوم قبل كده وكان رئيس اللجنة الثقافية اللي بتنظم الحفلات دي في الفترة ده إيه فكري أبازة ونائبه مصطفى أمين واللي اتنين أعضاء بمجلس إدارة النادي واللي اتنين من أعلام الصحافة فكري أبازة الكاتب الكبير ورئيس تحرير مجلة المصور ومصطفى أمين مع توقامه علي أمين أسسه في نفس العام 1944 جريدة أخبار اليوم اللي بعد كده بقت مؤسسة كبيرة ولها عشرات الإصدارات الصحفية مصطفى أمين كان دايما بيرتب مع رجال الأسر الملكي كل تفاصيل حضور الملك فاروق لحفلات النادي الآخر واتفق هو وفكري أبازة مع رجال الأسر على حل ليكسر الحصار الإعلامي عن الملك فاروق الحل إن الملك حيوصل للنادي لكن مش هيدخل الحفل في أي وقت يوصل فيه زي ما كان بيحصل كل مرة لأنه ممكن يدخل في وقت ما يكونش النقل الإزاعي بدأ ولما يبدأ النقل الإزاعي البوزيع ما يجيبش سرطه طبعا تبقى للتعليمات لا المرة دي الملك فاروق حيستنى بر قاعة الحفل ومن غير ما حد يعرف بوصوله وعند بدء نقل الإزاع للفقرة الرئيسية في الحفل حيدخل الملك فاروق القاعة ومع ترحيب أعضاء النادي بالملك وتوقف الفرقة الموسيقية عن العزف احتراما لوصوله حيضطر المزيع يالن عن دخول الملك فاروق وبدأ الحفل وغنت أم مكلسوم أغنتها الشهيرة رأي الحبيب ودي كانت تتغنت قبل كده بعد كده بقى بدأت الإزاع المصرية نقل الحفل مع الفقرة الرئيسية فيه وكانت الأغنية الجديدة ليه أغنية ايه؟ ليلة العيد يا ليلة العيد أنتنا وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد شرف حضرة صاحب الجلالة سيداتي وسيدتي هذه الهتفات التي سمعتموها وهذا التصفيف وهذا التهليل وهذا الاستقبال الرائع كان لحضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم مولانا الملك المعظم فيه أغنية الخطة نجحت داخل الملك فاروق والست بتغني وأعضاء الأهلي استقبلوه بحفاوة والفرقة الموسيقية توقفت عن العزف والمزيع طبعاً اضطر يعلن عن دخول الملك فاروق الملك فاروق قاعد على نفس التربيزة اللي قاعد عليها أحمد حسنين باشا رئيس النادي الأهلي وكبار الأهلي وبلغ أحمد حسنين باشا أنه أنعم على أم كلسوم بوسام الكمال وفوراً مصطفى أمين قام بإبلاغ مقدم الحفل في الإزاع المصرية بالإنعام الملكي وبعد أن انتهت الأنسة ومكسوم من الغناء تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فأنعم عليها بوسام الكمال وذلك تفضيراً لفنها الرفيئة وعشان نعرف قيمة وسام الكمال فالوسام ده كان الوسام الوحيد المخصص للسيدات وما كانش بياخده إلا سيدات الأسرة العلوية والطبقة الحكمة يعني حصل عليه مثلاً من سيدات الطبقة الحكمة صفية هانم زاجلول وكلنا طبعاً عارفينها زوجة الزعيم سعد زاجلول وكان ليها لقب تاني اشتهرت به في الوقت ده هي أم المصريين وحصل على وسام الكمال هدى هانم شعراوي والسيدة حرم مصطفى النحاس باشا والسيدة حرم إسماعيل صدقي باشا وكانت المكنسوم أول سيدة من عامة الشعب تحصل على وسام الكمال المهم بالشكل ده انكسر الحصار الإعلامي عن الملك فاروق والصحف نشر التفاصيل الحافحي مهما ينفعش الإنجليز يملو إرادتهم على الشعب المصري أبداً ولا يتدخلوا في علاقته بحكامه ولا يفرضوا سياستهم عليه الأهلي ما تسماش نادي الوطنية من فراغ دي مواقف تاريخية يا ترى إيه اللي حصل بقى فأول جلسة مجلس إدارة بعد الحفل مباشرة ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة اللي جاية إن شاء الله